في المحلة الكبرى في شارع المجلس التنفيذي لحي تاني المحلة خد قرار نهاردة ايه تغيير اسم شارع القراضاوي لشارع النصر فالمفروض هنعمل ايه برافو ممتاز مجلس تنفيذي لحي تاني المحلة برافو برافو منتزين لابد شالوا اسم القراضاوي وغيروه باسم شارع النصر والنبي ارأيكم تابوا النبي إيه رأيكم تابوا النبي إيه رأيكم القراضاوي اللي بيحارب مصر وبيحارب جيش مصر وبيدعو الفتنة من سبع سنين تمان سنين أعود أسيبه أسيبه في الظاهر أسيبه اسمه على شارع في المحلة ولسه النهار ده فاكر أغيره سميه شارع النصر ده ده منطق ده منطق هل هذا مقبول الناسيب شارع عليه اسم القراضاوي ولا عزن البنة ولا غيره كل هذه المدة وفي تكره النهار ده فين الناس فين الأحياء فين المحليات من اللي هيجي يعملها أصلا وتاني بقول بالمناسبة أنا بقول بالمناسبة أنه ما لا يدرك كله لا يدرك كله وأن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي مطلقا كل ده عارفينه لكن بقول لو سمحته كل الأحياء كل الأحياء في مصر والوحدات المحلية في مصر تراجع اسم الشارع اسم القرية فيها واحد إرهابي بسرعة يتغير وفورا دون إبطاء لأنه ده خيانة تاني والأهم كل مؤسسات الدولة كل مؤسسات الدولة عليها وعلى القائمين عليها تنقية هذه المؤسسات من كل العناصر التي تحارب الدولة في العالم في الخفاء الخلايا النائمة الخلايا الناشطة من الإخوان والأناركية وغيره لابد أنه يتم تطهير مؤسساتنا